نحن نكون واقعين لنصل إلى كأس العالم طالما التفكير بهذه الطريقة إذا الأمين العام بالنسبة لها الإنجازات هي الوصول إلى النهائيات الآسيوية هذا أمر روتين وعتدنا عليه في سنوات سابقة إذا الوصول لنهائيات آسيوية مع منتخبات أقل منها تصنيف وأقل منها مستوى بالمواهب اللي نتحدث عنه وبالجيل اللي نتحدث عنه عن موهبة كورت القدم الأردنية لدى اللاعبين إذا اليوم الوصول للنهائيات فقط هذا بنعتبر إنجازات فإذا نحن بعدي كثير عن كأس العالم لأنه اليوم نحن هذا طموحنا إنجازنا أن نوصل للنهائيات فقط يعتبر هذا بالنسبة لاتحاد كورت القدم إنجازات مع اليوم النتائج السلبية لكورت القدم الأردنية على صعيد كافة المنتخبات الوطنية وعلى صعيد أندية المحترفين في المشاركات الخارجية كورت القدم في تراجع كبير لكن إذا كان هناك قناعات لدى انتحاد كورت القدم بأن كورت القدم الأردنية بخير فهذه هي الطامة الكبرى ولن تتقدم كورت القدم الأردنية لكن اليوم نشتغل على قدنا كان أندي أو لا حتى أيضا كمنتخبات يعني اليوم مش بضرورة أنه نتعاقد مع جهاز فني براتب عالي اليوم أشتغل على قدنا في نهاية أنا مش بحقيق إنجازات كان أندي أو منتخبات يعني تتاجع مستوى دولي أردنية تشوف أغلب المدربين محليين تشوف نادي متعاقد مع كادر أجنبي براتب يفوق العشر ألاف دولار اليوم نحكي هو رقم لا يذكر فيه عالم كورت القدم لكن على الدخل اللي بوصلنا لا رقم عالي وكبير اليوم الوزير راتب وصلش تلاتة أربعة ألاف فكيف أن ما تتحدث اليوم عن راتب مدرب 13 أربعة ألاف وخمسة ألاف بالنسبة لوضعنا الاقتصادي يعتبر رقم لا يعني إذا كان لابد للاتحاد أن نستقطب مدير فني على مستوى عالي أهلا وسهلا لكن يجب أن يكون هناك دعم يعني أن يوفر الاتحاد الدعم اللازم لمنح هذا المدرب وجهز المعاون الراتب الشهرية بانتظامة بعد ذلك أعتقد الأمور ستكون سهلة لكن في ظل الوضع المالي المعقد للاتحاد أنا أعتقد أنه ممكن أنه يعني نجيب مدير فني على قد مصرياتنا ترجمة نانسي قنقر